تاسع صواحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينج مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيتين تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين المالك سلمان بن عبدالعزيز مالك المملكة العربية السعودية وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة يوم التأسيس السعودي حيث أعرب الرئيس السيسي عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الوطيضة التي تجمع بين البلدين والشعبين والحرص الدائم على ترسخها في جميع المجالات كما أعرب الرئيس عن تمنياته الأخوية للسعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت طائرة نقل عسكرية محملتان بكميات كبيرة من المسلزمة الطبية وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية إلى تركيا ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش بالعملية العسكرية الروسية لأوكرانيا واصفا إياها بأنها إهانة للضمير الجماعي وخلال افتتاح الجمعية العامة للمنظمة الأممية قال جوتيراش إن الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا تشكل محطة قاتمة للشعب الأوكراني وللمجتمع الدولي مشددا على أن العواقب المحتملة لتصعيد النزاع تشكل خطرا جليا وقائما انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مشددا في الوقت نفسه على عدم وجود أي مؤشر على أن موسكو تعتزم استخدام السلاح النووي وخلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام خلال زيارته لبولندا قال الرئيس الأمريكي إن قرار موسكو لا يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استخدام أسلحة النووية أو أي شيء من هذا قبيل أعلن رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل إعطاء اهتمام متزايد لتعزيز قوتها النووية وستبدأ عمليات تسليم جماعية لصواريخ زيركون الفرط صوتية التي تطلق من البحر وفي خطاب بمناسبة عطلة المدافع عن الوطن قال بوتين إن روسيا ستواصل تجهيز قوتها المسلحة بمعدات متطورة مشيرا إلى أنه للمرة الأولى سيتم نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات هذا العام وهذا سلاح قادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة وأضف بوتين ستواصل روسيا الإنتاج الضخم لأنظمة كينزا للجوية الفرط صوتية ستبدأ توفير إمدادات ضخمة من صواريخ زيركون الفرط صوتية التي تطلق من البحر أعلن البرلمان المجاري أنه سيصوت في مطلع مارس المقبل على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي النيتو وقال البرلمان المجاري على موقعه على الإنترنت إن أعضاءه سيناقشون الأسبوع المقبل مسألة انضمام الدولتين للتحالف على أن تحسم هذه المسألة في عمليتي تصويت منفصلتين ساتو جريان بين السادس والتاسع من مارس وكانت برلمانات الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلنطي قد صادقت على انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف الغربي باستثناء تركيا والمجار ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس رختر شرقي التاجكستان دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مدية أو بشرية جراء الهزة الأرضية ونقلت وكالة الأنباء التاجكية الرسمية ايكي برس عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوله إن مركز الزلزال وقع على بعد 67 كيلو مترا غرب مدينة مورغاب التاجكية مشيرا إلى أن زلزال شعر به السكان بشكل كبير في منطقة شينج يانج بالصين وأجزاء من أفغانستان وأسباكستان اختتمت مرحلة الذهاب من دور الستة عشر لدولي أبطال أوروبا بعد تعادل منشستس سيتي الإنجليزي مع ليبزيج الألماني بهدف لكل منهما على استاد رادبول أرينا ومن المقارر أن تتحدد هوية الفريق المتأهل حين يلتقي ليبزيج في الرابع عشر من مارس المقبل في ضيافة مان سيتي استاد الاتحاد بمدينة منشستر وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها حقق انتر ميلان فوزا قاتلا بهدف دون رد على بورتو البرتغالي انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعض الفاصل